تليفون أستاذ خالد فتحي مدير التسويق بالاتحاد المصري لكرة اليد برحب بحضرتك يا فنم أهلا وسهلا بكم مساء الفل أهلا أستاذ إبراهيم إزاي حضرتك أهلا وسهلا بحيك يا فنم بحيي حضرتك على البرنامج بنا خليك وضحت حمر أمر حضرتك فأي سؤال أنا بسأل حضرتك إذا أزنت لي الأمر اللي واحده طبعا قبل أي شيء بسأل حضرتك في الجزئية المتعلقة بالإلغاء النهاردة إلغاء بطولة الدوري الحقيقيات كانت إيه وإيه لما ارتكنت إليه الأندية مع الاتحاد ما سمعته حضرتك أكد لي أوم في لي ده إنه تم استطلاع وجهة النظر الفنية للمدير الفني اللي منتخب مصر لكرة اليد والمقبل على بطولة كاسل العالم والراجل كان شايف إنه استئناف البطولة ده تحيبقى ماتشات قوية جدا ممكن يحصل إصابات عضلية إصابات في الأوطار وبالتالي يعود عليه بالسلب فيما هو قادم من فترة إعداد وهو داخل على بطولة العالم لليه اليد وأما وإنه هذا كمان يلاقي رغبة الأغلبية في الأندية فكان القرار هذا ما ورد إليه من معلومات وبالتالي حضرتك معايا تصحح لي الجوانب اللي أنا مش يعني اللي قلتها غلط أو إذا كانت غلط وتوضح لنا وجهة النظر بالضبط تفضل يا فن تمام يا فن ما هو كان فيه أسباب رئيسية لموضوع الباقي الدوري أول سبب هي مصلحة المنتخب القومي لأن مصلحة المنتخب القومي لأن إحنا عندنا بطول التنظيم بطولة كاس العالم والاشتراك فيها عشرين واحد وعشرين يناير يعني بعد أشهر وليلة جدا فزي ما حرك قلت الموديل الثاني للمنتخب مصر هو كان ليه رأي إن إحنا في نهاية الموسم ولو رجعنا هنرجع بمنافسات قوية لتحديد بطل الدوري وبطل الكاس وكلام ده وبالتالي ممكن يبقى لعيبة المنتخب عرض الإصابة فبالتالي من الأفضل أن يبتدوا بعد ما يعملوا فترة الأعداد يبتدوا في منافسات تدريجية ده كان السبب الأول هو مصلحة المنتخب القومي السبب برضو التاني المهم جدا يعني عمليات القيد لأنه أنت دلوقتي بيحصل انتقالات في اللعيبة بنهاية كل موسم فأنت لو ابتديت منافسات في بداية شهر ثمانية ولعبت منافسات على الموسم باستكمال الموسم القديم ثم حتوقف تعمل قيد جديد وتبتدي موسم جديد فبالتالي لو لعيب تم الاتفاعلة معاه على الانتقال من النادي لنادي آخر حيضطر أنه هو يقعد يعمل فترة الأعداد مع نادي القديم ثم يبتدي ينقل على نادي جديد طبعا بأي طريقة أو بأي اسلوب حيقدر يلعب في النادي القديم ثم يلعب في النادي جديد نمرة ثلاثة كعمل أساسي كان طبعا الاجتماع اللي حصل النهاردة اللي فيه الأندية وتصوتها ورغبة الأندية الدنيا تمشي إزاي طبعا كان مفيش يعني غير نادي الأهلي فقط هو اللي كان عاوز السمرال الدوري لكن بأيية الأندية كلها كانت عاوزة تنهي الموسم عشان مش بهدف مين البطل أو كده بهدف أن أنت يقدر يبقى عندك فصلة قد مصبوطة تقدر تعمل إعداد مصبوط كده طبعا العامل الرابع اللي هو أنه طبعا إحنا ما زلنا في حاجة يعني نقدر نقولها يعني الموضوع الكورونا غير محدد يعني هو ما هواش خلاص تم الاستيطرة عليه وتم الانتهاء منه أنت أنسرتن يعني الموضوع أنسرتن للغاية دلوقتي ومش محدد وبالتالي اللي ممكن لما تبتدي مثلا في التمرينات والواواء يحصل تدعيات أو كيف فبالتالي التمهل في بداية الموسم وبدايته صح بقيد صح وعدم وجود إصابات هو ده القرار اللي فيه حكمة والأصوب للوصول إليه طالما كمان رغب رغبات الأندية ورغبات المدير الفني ومصحة المنتخف